شبوى في واجهة الأحداث مجدداً تصعيد ميداني وأعمال عنف ومواجهات وحراك في الشارع وتوتر يأخذ أشكالاً عديدة الصراع الأخير في المحافظة بدأت ملامحه بعد استحداث قوات النخبة الشبوانية المدعومة من دولة الإمارات قبل أسابيع نقاطاً أمنية تابعة لها في مدينة عتق وسيطرت على بعض المؤسسات الرسمية في خطوة أريد من خلالها تسلم الملف الأمني في عتق بحسب مراقبين وهو ما قبل بالرفض من الأجهزة الأمنية الرسمية التابعة للمحافظة التصعيد الميداني لم يتوقف عند حدود الرغبة بتسلم الملف الأمني حيث يرى مراقبون أن التحركات كان ولا يزال الهدف منها السيطرة على منابع النفط وميناء بالحاف في المحافظة وهو ما ينذر بتوسيع الصراع بين قوات الحكومة الشرعية والقوات المدعومة إماراتياً المحافظة أيضاً شهدت تظاهرة مؤيدة لقوات النخبة الشبوانية ومنددة بالقوات الحكومية ورفع المتظاهرون في شوارع عتاق أعلام المجلس الانتقالي ودول التحالف وتأتي هذه المظاهرة استجابة لدعوة المجلس الانتقالي وتأييداً لقوات النخبة التي تخوض مواجهات مع قوات الجيش والأمن العنف والتحشيد اللذان تشهدهما المحافظة أنعكس على وضعها الأمني حيث أقدم مجهولون على تفجير أنبوب للنفط بمديرية الروضة بالمحافظة ويعد هذا التفجير الثاني خلال أقل من شهر يتصاعد التوتر إذن يوماً بعد آخر وتتباعد فرص انفراج الأزمة في المحافظة ويرى مراقبون أنه صراع جديد مع الشرعية المستهدف فيها وجود الدولة في شبوة وأنه صراع لا يختلف عن ما حدث في عدن حد وصفهم ترجمة نانسي قنقر